وانت على الهاتف هل يمكن ان اسألك عن السد في اثيوبيا السد الاضحام منذ سنوات بعيدة يجري بنائه وللأسف يوقف تدفق المياه في النيل وهو ما يسبب مشكلة لمصر اثيوبيا اقامت سدا وانتم تعلمون كل شيء عنه لكنني ابحث مع السودان كيف يسير الامر لانكم انتم فقط الطرف الثالث مع اثيوبيا ومصر في السد هل سيخرجون باتفاق لانني وضعت لهم اتفاقا ولكن للأسف اثيوبيا خرجت من الاتفاق وما كان يجب عليهم ذلك كان خطأا كبيرا نحن اوقفنا الدفع لهم في كثير من المساعدات لانهم فعلوا ذلك ولن يروا هذه الاموال ما لم يلتزموا بالاتفاق لكنهم بنوا سدا يمنعوا المياه من التدفق في النيل ولا يمكنك ان تلوم مصر لشعورها ببعض الاستياء فما موقفهم من ذلك لانني وضعت اتفاقا ثم خرجوا من الاتفاق لا يمكنهم عمل ذلك الاتفاق اكتمل وهناك موقف خطير جدا لان مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة وسينتهي بهم الامر بان ينسفوا السد قلتها وسأقولها علانية وبوضوح سينسفون ذلك السد وعليهم ان يفعلوا شيئا لذا وان كان ما تفعله من اجل مجيئهم عليهم ان يفعلوا ذلك اوقفنا كل الدفع وغيره الى ايثيوبيا كنا جميعا جالسين لتوقيع اتفاق جرى التفاوض لخمس سنوات واكثر من ذلك ولم يتمكنوا من عقد اتفاق وانا انجزت الاتفاق وكانوا يستعيدون للتوقيع لكنهم خرجوا من الاتفاق وهو ليس جيدا لذلك فكل ما يمكن ان تفعله يا رئيس الوزراء سيكون عظيما ابلغهم ان عليهم ان يفعلوا ذلك سيكون عظيما ان يفعلوا ذلك